بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد لقد خص الله سبحانه وتعالى من شاء من أنبيائه ورسله عليهم السلام بما شاء من المعجزات والمكرمات إلا أن هناك معجزة وقعت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستظل معجزة خالدة باقية لما اجتملت عليه من مظاهر التأييد والتوفيق ولما فيها من الأمور التي امتنى الله عز وجل بها على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج هذه المعجزة التي عبر فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الكثير من المعارج وإلى الكثير من المعلومات وإلى الكثير من الثناءات الإلهية الشريفة عليه صلى الله عليه وسلم والتي تخبر عن تكريم الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مكانة ومنزلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل غير أننا نريد أن نقف تحديدا مع العقل وقانون إدراك الإسراء والمعراج قال بعض علمائنا إن الفكرة في الإسراء والمعراج تدور بين يقينك بصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تحكيم العقل الفكرة في الإسراء والمعراج تقوم على يقين المسلم بصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين تحكيم العقل العقل هو وسيلة إدراك إلا أن هذا الإدراك ليس بإطلاق فالعقل وسيلة إدراك لكن له قانون يحكمه والقانون الذي يحكم العقل هو قانون النظر ما معنى النظر؟ التأمل التفكر التدبر هل العقل يستطيع أن يدرك كل قضايا الكون حوله؟ العقل لا يستطيع أن يدرك كل قضايا الكون حوله بدليل أن هناك الكثير من الأمور والأحداث التي لم يستطع أن يصل إليها العقل ولم يستطع أن يدرك حقيقتها إلا أن الله عز وجل لما شاء بحكمته أن يعرف العقل البشرية عليها بدأ ربنا سبحانه وتعالى يجلي هذه الأمور وهذه الأحداث عن طريق اختراع أو اكتشاف أو ما شابه ذلك حتى يجلي أسرار الكون لك أيها الإنسان فالعقل وسيلة إدراك وهذه الوسيلة لها قانون يحكمها إذن العقل محكوم بقانون النظر التأمل التفكر التدبر وهو لا يستطيع أن يدرك كل حقائق الكون وكل قضايا الكون وحتى نقرب المعنى إلى الأذهان تعالوا نضرب هذا المثال العين العين جارحة هي وسيلة إدراك لها قانون يحكمها ما هو القانون الذي يحكم هذه العين الرؤية أن ترى من أمامك أو أن ترى ما أمامك فكلما كان الشخص قريبا منك كلما استطعت أن تراه بوضوح وأن تدرك ملامحه وأن تتعرف على تعبيراته وتصرفاته بوضوح لا لبس فيه لكن إذا ابتعد هذا الشخص شيئا فشيئا ربما لا تدرك الملامح جيدا ربما لا تتعرف على تعبيراته وربما يبتعد كثيرا حتى يصغر حتى لا تراه إذن العين وسيلة إدراك لها قانون يحكمها لا تستطيع أن تدرك كل الحقائق الأذن وسيلة إدراك لها قانون يحكمها القانون الذي يحكم الأذن هو قانون السمع فكلما كان الشخص قريبا منك كلما استطعت أن تسمعه بوضوح وأن تدرك مخارج حروفه بوضوح لكن إذا ابتعد عنه قد تتفلت بعض العدارات قد تتفلت بعض الكلمات قد تتفلت بعض الحروف حتى إذا ابتعت كثيرا عنه ربما لا تسمعه أصلا ولذلك كيف تغلب العلماء على ضعاف البصر كيف تغلب العلماء على ضعاف السمع صنعوا لهم الآلات هذا ما نسميه بالاختراع أو الاكتشاف صنعوا لهم الآلات التي يستطيعون من خلالها أن يرى هذا الشخص ما لم يكن يستطيع أن يرى أو أن يسمع ما لم يكن يستطيع أن يسمع ولذلك العين المجردة العين السليمة المجردة لا تستطيع أن ترى الشيء كلما دق ولطف فصنعت له آلات الميكروسكوب والتليسكوب والمجهر وغير ذلك وإذا كان ضعيف البصر صنعت له هذه النظارة الأذن صنعت له السماعة إذن الجوارح وسائل الإدراك وهذه الوسائل لها قانون يحكمها وهذه الوسائل لا تستطيع أن تدرك كل الحقائق كذلك العقل العقل وسيلة إدراك وله قانون يحكمه والقانون الذي يحكمه هو النظر والتأمل والتفكر والتدبر إلا أنك لن تستطيع أن تدرك كل قضايا الكون حولك فلا تسقط هذا القانون على الإسراء والمعراج لأن الفاعل في الإسراء والمعراج هو من؟ هو الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده الذي أسرى هو الله والمسرى به وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وحكي لك ما حدث في هذه الرحلة فإذا وثقت ذلك صادقاً انتهت المسألة لكن أن تحكم العقل لا تستطيع أن تحكم العقل فالله عز وجل بدأ الكلام عن الإسراء بقوله سبحان أي سبحان بمعنى التنزيه تنزيه الله في ذاته في صفاته في أفعاله إذن لما كان الفعل في الإسراء هو الله فنزه الفعل الإلهي عن الفعل البشري وهذا العقل لا يستطيع أن يستقل أو أن يدرك حقيقة ما وقع فعليك أن تصدق ولذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه حين سئل عن ذلك قال إن كان قال فقد صدق أي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا عن قانون العقل وإدراك الإسراء والمعراق نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة